حرب من نوع آخر ليس بالأصلحة الآلية بل بآليات المركبات التي تحصد أرواح العشرات المتمثلة بالحوادث المرورية الطاحونة التي تدور رحاها كل يوم في عموم المحافظة اليمنية فهي خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري تحصد أكثر من 1700 شخص نتيجة 1015 حادثا متفرقا بين انقلاب وتصدم ودهس وحريق وسيول جارفة بحسب بيان صادر عن تكتل سائقين في اليمن الحوادث المتفرقة من يناير وحتى أغسطس الماضي أسفرت عن وفاة 700 شخص من بينهم 150 سائقا عضوا في النقابة وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح متفاوتة مركز الإعلام الأمن بوزارة الداخلية سجل خلال يوليو وقع 198 ضحية جراء 247 حادثة سير في المناطق المحررة بينها 35 حالة وفاة و163 إصابة مقارنة ب133 ضحية منها 25 حالة وفاة و108 مصابين في 273 حادثة في يونيو الماضي وفق الأحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير فقد تنوعت الحوادث بين 170 حادثة صدام مركبات و31 حادثة دهس مشات و46 حادثة انقلاب وبحسب مركز الإعلام الأمني فقد سجل النصف الأول من أغسطس الماضي أكثر من 100 ضحية نتيجة حوادثة مرورية في ثمان محافظات محررة 21 حالة وفاة و83 إصابة وخسائر مادية بلغت أكثر من نحو 35 مليون ريال جراء 137 حوادث مرورية متنوعة أرقام صاعدت من مخاوف وقلق تقتل السائقين من ارتفاع عدد الحوادث ومطالبات الحكومة والجهة المعنية باتخاذ إجراءات عجلة لحماية حياة السائقين والمواطنين والممتلكات من هذه الكارثة خصوصا أن أغلب الطرق غير صالحة للتنقل والسفر